اشتركوا في القناة الله عليه وسلم كان يدخل المجالس ولا يساطح الناس وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس وخير الهد هد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشائخنا السابقون ما يفعلون هذا ولا يفعل عندهم أيضا لكن حدث هذا من بعض الأخوة المستقيمين ظن منهم أن هذا المصافحة كالمصافحة مع الملاقات وليس كذلك الملاقات كل واحد يلاق الثاني أما هذا رجل دخل على الناس جالسين فهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل يسلم على الناس واحدة واحدا من كان عنده سنة بهذا فليخبرنا بها ومن ليس عنده سنة فخير الهد هد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا بعض الناس إذا دخل بدأ باليمين من عند الباب ولو كان أصغر القول وهذا غلط إذا دخلت فابدأ بالأكبر كما جاء في الحليف عن نبي صلى الله عليه وسلم ثم بمن عن يمينك إنما تبدأ باليمين إذا كانوا عن جنبيك واحد عن يمينك واحد عن شمالك تبدأ باليمين ولو كان أصغر أما عند الدخول وإعطاء القهوة أو الشاه والبحور فابدأ بالأكبر ثم بمن عن يمينك حتى تنتهي ثم عد إلى من على يمين الأكبر واخذهم واحدا واحدا نعم